السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخوتي في الله كنتمنى تكونوا كاملين بخير على خير وفي أحسن الأحوال محبوبكم من جديد في هذا الفيديو اللي كنتمنى يلقاكم بصحة وعافية وأحوال تامة وبطبيعة الحال مع آخر الأخبار وآخر مستجدات اليوم الأخوان سنتكلموا بشج محاور مهم من بزاف الأول تقارير سرية إسرائيل يكت قول باللي الجزائر كانت تستعد للهجوم على المغرب محور الثاني هو الجيش الإسباني يستفز المملكة المغربية وينتشر على حدود سبتة لهذا السبب أما الموضوع الثالث فاش نقرحها في العناية المركزة بقو معي الإخوان نشوفوا تفاصيل هذا الموضوع ولكن قبل ما نبدأ وكنتمنى منكم الإخوان أنكم تكترون اللايكات تكترون الإعجاب والبرتاج ليجزيكم بالخير وكذلك تشتركوا في القناة متتبعي لوفيا شكرا جزيلا للدعم أما الضيف الجداد فمرحبه وآلف مرحبه على بركتي الله ولكن الإخوان دائما تحت شعار الله الوطن الملك والصحراء المغربية والصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه إلى أن يريث الله الأرض ومن عليها وعاش المغرب لا عشى من خانه ولا غالبه إلا الله على بركة الله سوف ندخل السور بالموضوع إخواني أخواتي تقارير إسرائيلية تقول بللي الجزائر تستعد للهجوم على المملكة المغربية أول حاجة سوف نحضر فيها بللي التعاون المملكة المغربية ودولة إسرائيل في المنفحة للمغرب والمغرب دار هات التطبيع أو هاد العلاقة مع إسرائيل باش يحمي رسو لأن الإخوان ماشي أن المغرب ما قادرش يدفع على رسو لبطبيعة الحالي أن المغرب سبع وقدر أنه يحمي رسو ولكن غير من أجل أمن والأمان وفي هاد العالم يعني خسك تكون قوي خسك تكون حلفاء الدول قوية مهمة الإخوان قد نرجع للموضوع على التقارير الإسرائيل التي تستعد للهجوم على المغرب من خلال الإخوان زيارة بني غانس للمغرب كان هناك واحد الاجتماع سري بعيدا عن الأنظار في الرباط وهذا الرحلة بطبيعة الحال ديالوزير الدفع الإسرائيلي بني غانس إلى المملكة المغربية كانت الإخوان بناء على طلب جلالة الملك محمد السادس مصره الله وأفد المصدر يعني هاد المصدر الموتوق منه أنه كان واحد اجتماع سري جدا اللي تحطو فيه تقارير استخباراتية على طاولة جلالة الملك محمد السادس مصره الله وهالتقارير كانت تقول بالجزائر كانت تخطط لأعمال عدائية مع المملكة المغربية هالتقارير الإخوان كانت تأكد المنوشات الأخيرة اللي كانت تقديرها الجارة الشرقية الجارة العدوى أكد المصدر ذاته باللي المملكة المغربية يعني توصلت بمزيد من المعلومات ولكن لحد الآن يعني ما زال ما خرجتش الإعلام غدينتقلوا الإخوان للدولة الشمالية أو الجارة الشمالية إسبانيا بحيث إسبانيا أو الحكومة الإسبانية كانت نشر الجيش ديالها الإسباني على الحدود ديال السبتة لهذا السبب بشنو هو السبب الإخوان قال بيدروسانتشيس رئيس الحكومة الإسبانية أعطى أوامر صارمة لكل من وزير الداخلية الإسباني ووزير الخارجية خسيمانويل ألباريس على تفادي أي أزمة جديدة في سبتة يعني في سبتة المحتلة في الأيام القليلة المقبلة مع اقتراب الإخوان الاحتفالات والمناسبات الدينية لهم الإخوان وحسب ما كتبته يعني الصحيفة الإسبانية واللي كتقول باللي وجود آلاف على المصادر الموتوقة أن هناك آلاف من المهاجرين على مقربة من حدود سبتة كينتظروا الفرصة لاقتحام جماعي يعني يدخلوا جماعيا أو نزوح جماعي وصفته التقارير بالتاريخي وهذا النزوح الجماعي أو الاقتحام الجماعي هذ التقارير أو هذ المصادر كتقول باللي كي يفوق الاقتحام الماضي في ميل الماضي والذي أدى إلى دخول مئات والمئات من المهاجرين والقاصرين وفي ظل عدم تواجد أي تواصل مع الرباط يعني هذ الأزمة اللي كينما بين المغرب والرباط إن بيدرو سانتشيز رئيس الحكومة الإسبانية كيتفاد أي اقتحام جماعي على سبتة المحتلة قد يعني يفجر أو يدير واحد الأزمة جديدة مع الرباط وأكد ضروري اتخاذ يعني الإجراءات اللازمة لتفادي أي أزمة أخرى مع المملكة المغربية وأمر بتدخل عدد هام من الجيش الإسباني إلى سبتة من أجل دعم العناصر الموجودة هناك أو العناصر اللي كانت في سبتة المحتلة وتكون مستعدة إلى ظهر أي طوارئ أو إلى ظهر أي اقتحام جماعي وغادي نمشي والإخوان الخبر الثالث اللي هو شنقريحة في العناية المركزة كان في المستشفى العسكري بوهران إخواني أخواتي هادو خرج فيه دنوب المغرب لأن المملكة المغربية الشريفة إحنايا شرفة إحنايا العلوين الشرفة بطبيعة الحال دنوبنا كيخرجوا مهمة الإخوان هاد شنقريحة في العناية المركزة وكيقولوا باللي مصادر جزائري كيسقول باللي الحالة دياله راك تتدهور وراك يعاني من مضاعفات ديالفيروس كورونا وعنده صعوبة في التنفس وعنده صعوبة في الكلام والحالة دياله راها حرجة نظرا أنها كان كي تعطى المخضيرات هنا إخواني أخواتي شنقريحة حاليا نراه في العناية المركزة وماشي بعدها الإخوان يخرجوا ويتهموا المملكة المغربية يقولوا باللي المغرب هو اللي يصفت الفيروس كورونا باش يتعدى باش نقريحة المهم الإخوان وصلنا النهاية لها تلافيديو كنتمنا أنكم تدعمونا باللايكات ديالكم دعمونا للإخوان بالبرتاج وشجعونا كذلك واشتركو في القناة ودائما الإخوان دائما قبل ما نكملوا الفيديو ديالنا تحت شعار الله الوطن الملك والصحراء مغربية الصحراء وفي مغربها والمغرب في صحرائه إلى أن يريث الله الأرض ومن عليها وعاش المغرب لعاشى من خانه ولا غالب إلا الله ودائما تعليق الوطن يا الإخوان الله الوطن الملك وكذلك كنتمنا أنكم تخليوا لي التعليق فيما يخص القناة الارتصامات ديالكم الآراء ديالكم في القناة وشكرا جزيلا للكلم الجميل والكلام الطيف حقيق نشكركم بزا في الدعم ديالكم القناة والتشجيع ديالكم والبرتال ديالكم لجازيكم بالخير وتحية كبيرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله تحية لكم كبيرة يا الإخوان متتبعين عالم إسكا شكرا جزيلا وتحية لكم داخل الوطن خارجة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر